السلام عليكم ازيكم حبيبي عاملين ايه رب تكونوا بخير نعرض ان شاء الله هنعمل وصفة سهلة جدا وبسيطة واقتصادية وكمان مغازية هنعمل الارنبيت كده بطريقة مميزة ومختلفة خالص عن طرق العديل لاليه الارنبيت هنعمل الارنبيت البنية شكله كده تحفة وكأنه فعلا فريخ بنيه ده غير طعم وطبعا طعمه رهيب يعني ولو هلادك مش بيحبوه جربي بس الوصفة دي وشفي قد ايه بعد كده هيتلبه منك الوصفة جميلة والتدبيلة بسيطة جدا يلا بينا على طول نسمي الله ونبدأها دي نص واحدة ارنبيت اخدتها غسلتها كويس جدا طبعا وسلقتها كامل يعني سلقتها عشر دقايق لحد ما بقت بتتفرفت كده زي ما انتو شايفين طرية جدا وممكن انها تتهرس بكل سهولة ودي بقى المكونات كبات دقيق تلات معلق نشا بطين مصط او بيضة واحدة بس كبيرة نص كبات كزبرة او بقدونس او شبت اي خضرة تكون موجودة عندك نص معلقة صغيرة بكنج بودر ملح وفلفل وتم مفروم وبابريكا وكمون اول حاجة بهرست البطاطس ههرس الارنبيت ده كويس قوي وبالنسبة لسلي الارنبيت نسيت اقولكم ان انا سلقته في مية بتغلي بملح وبمعلقة كامون صغيرة علشان ما يطلعش يعني ريحة غير مستحبة سلقته لمدة عشر دقايق وصفيته خالص من المية وحنهرسه كويس لحد ما يبقى زي البطاطس كده المهروسة هنحط بقى عليه بقى المكونات الخضراء والبيض والبهارات كلها والملح والفلفل ومعلقة التوم المفروم معلقة التوم مفروم يعني تلت فصوص توم كده قطعتهم رفيع خالص او هرستهم بالهرسة والبكنج بودر والدقيق والنشا هقلب كده كله كويس وحاجنهم كويس بايدي لحد ما كل المكونات تختلط ببعضها تبقى اشبه كده بالعجينة واستخدمت جوانتي علشان ريحة التوم هنجن الخليط كويس جدا وحنشكله بقى اقراس بالحجم اللي انت عايزاه وده الخليط الجاف اللي هغلف بيه اقراس الكرنبيت آآ كباية من البقصمات المطحونة عليها تلت معلق من النشا ونص معلقة صغيرة من البيكنج بودر او البيكنج سودا هقلبهم كويس وحشكل الاقراس واغلفها كويس كاني كده بالضبط بعمل بنيه كاني بعمل الفراخ البنيه واحرصها في طبق لحد ما خلص الكمية كلها ممكن بقى في المرحلة دي اعمل الكمية اللي انا عايزيها وحطها في طبق ودخلها الفريزر يعني افرزها وتكون جاهزة كده لما احتاجها في يوم اطلع طبق على قد الاستخدام وقاليه على طول في الزيت يبقى جاهز معي طاصة فيها زيت سخن بس بقى هدي بقى النار خالص يعني بتبقى النار كده اقل من الوسط الزيت سخن والنار متوسطة ببدأ حمر ومش بامل الطاصة على الاخر يعني بحط كده على قد اربع او خمس اقراس ما بقوش ملزقين في بعض علشان ما يتكسرش وتفرفت في الطاصة على فكرة انا مريحتش في التلاجة خالص يعني انا كده جهزت وحمرت على طول ممكن لو مش مستعجلة عليه ترايحي شوية في التلاجة علشان يتماسك ايه طبعا ما بقلبوش غير لما بلاقيه بيلون كده من تحت بقلبو على الوش التاني وبعدين بصفيه وبطلعه على طول ينش اللي حطناه على البقسمات بيساعد على انه يبقى مقرمش جدا وكمان ما يشربش من الزيت ويبقى طاري وما بيغمقش اول ما بنزله في الطاصة كده تمامة حمره بقى جاهز على فرشة بقى من البقدونس نبدأ نرسه كده ونقدمه تحفى جدا ريحته في منتعى الجمال وشكله بنيه الطريقة دي جميلة جدا لذيذ واقتصادي انا يوم ما بعمل الكرنبيت البنيه ده بقدم جنبه بطاطس مهروسة وشوية مخالل وبتبقى وجبة غدة لذيذة ومغزية ومشبعة هنقطع واحدة ونشافها من جوة لذيذ جدا من بره مقرمش وكريزبي ومن جوة طاري ولذيذ ورحة التدبيه لتحفى فيه ممكن تتجهزي والتبديه من بدري خالص وساعة الاكل على طول يعني قبل الاكل حمري علشان يبقى كده معيك لذيذ ومقرمش وطبعا صخن جدا بس قلت افتح معاكم واحدة بس كده وصفتنا خلصت يارب بتكون عجبتكم بتنسيش ان عجبتك الوصفة لايك وشير وسبسكرايب للقناة فعلي الجرس عشان توصلك اشعارات بكل حاجة جديدة اقدمها شكرا ليكم بشكركم جدا سلام عليكم